السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد متحة من صفحة فون فوريو ودي مراجع في العمق للميا 535 الهاتف بيجي بمعالج سناب درجون 200 رباع الانوية بيجي برام واحد جيجا وزاكرة داخلها تمانية جيجا بايت قبل للتوسعة بيجي بشاشة خمسة بوصة بكسافة بكسلات 220 بكسل في البوصة طبعا الكسافة مش عالية اوي او الدقة مش عالية اوي لكن كويسة بالنسبة للسعر الالوان كويسة المشكلة في الشاشة انها حسية تعبانة خالص ودي هتقابل الناس او ما تمسك بوصة هتحس عدول ان الحساسية بتاعت الشاشة مش كويسة خالص بالذات مع المالتي تاتش لكن الهاتف عموما كاستخدام واداء ثلث جدا والتنقل وبين القوائم ثلث جدا ومفيش اي مشكلة فيه مفيش تهى يعني ما قابل تشتهنيك خلال استخدام استخدام الموبايل خالص اه يمكن ممكن نشوف مع بعض اه المالتي تاتش نول تاتش عموما زي من شايفين ده التاتش الواحد مستجب عادي السبعة الواحد اللي اجلنا برضو ساعة بيعلق السبعة الواحد اللي انا ندرني يعني اه لكن السبعين بقا هي المشكلة زي ما انتم شايفين في ساعة تلاقي اللغبطة في ال لو جيت تعمل استخدام على العاب بقى فانت ما سيما تبقى داس هنا تيجي تدوس هنا كتير هتلاقي خلاص ما بقاش يحس بال بالدوس خلاص زي متشيل السبعة كده وترجع تدوس ثانية عشان يحس ودي مشكلة طبعا كبيرة جدا هتعبلك وهتحس يعني مش تبقى كويسة معاك الا ان مايكروسوفت مايكروسوفت وعدت انها هتحل المشكلة يوم سبعة وعشرين وبالفعل يعني على في الاخبار على مواقع الاخبار بتقول ان التحديث بتده ينزل للهاتف في بعض الدول نحن هنشوف ان شاء الله يوم سبعة وعشرين وهنقولكم في العموم كتصفح مواقع فتصفحكم كويس جدا بندور ان احنا نتصفح بكل سهولة المواقع والرؤية كويسة جدا للشاشة زي ما انتشايفين الكلام واضح ممكن يتقري طبعا في بعض الكلام اللي انت بتحتاج تعمله زوم اللي عشان ده بسبب كسبة الشاشة هنا الكلام كبير فيعني او الخط كبير فهتلاقي ان هو بيتقري بتسهولة التصفح حمول ما فيوش اي تعليق او تهنيج او تأخير ممكن نفتح موقع فون قدينة زي ما انتشايفين موقع فون قدينة انت تقريبا مش تشوف اي حاجة كده فلازم تعمل زوم يعني لما عدت زوم بقيت طبعا مقروعة واتصفحهم من كويس زي ما انتشايفين برضو النص مش هده خالص فانته بتعمل زوم زي ما انتشايفين لو لاحظت وانا بعمل كزا مرة زوم ما كانتش رادية تيجب سبب مشكلة الحاسية بتاعت الشاشة لما بتكبق لما بتعمل زوم بسيط جدا بتقدر انتها تيارة من كل سهول طبعا غير ان فيه في المتصفح قصية reading mode اللي انتهم بتعملها اللي هي اعسف اللي هي تدوسها على الكتاب ده اعسف برضو تدوسها على الكتاب ده فهيبقى الشكل احسن للقراية ده طبعا فيه براوزر internet explorer نرجع كالتصوير فالتصوير الكاميرا الامامية ممتاز جدا طبعا هي خمسة ميجا بيكسل فهو ممتاز جدا وهي الكاميرا الخلفية كذلك كويسة لانها طبعا مش هول ممتازة خمسة ميجا بيكسل في نهاية ممكن تشوف بعض الامثلة ده مثال للكاميرا الخلفية يعني صورة كويسة لكن مش ممتازة يعني لكن مقبولة جدا ده مثال للكاميرا الامامية طبعا الكاميرا الامامية مش مخصصة للصور دي هم مخصصة للصور لمكالمات الفيديو والسلفي زي ما بقولوا اه لكن هي برضو ممتازة جدا ده كان تصوير في تقريبا دنيا مغيمة شوية زي ما انتم شايفين دنيا مغيمة شوية مش اوضاع المسالية للتصوير اه وطبعا ممتاز برضو وموجود على كل الانظمة اه معلش ده الهاتف يعني احنا عملنا طبعا ال الابنش والاختبارات هنشوف النتائج على طول النتائج جابت اه 389 نقط وده يعني تعتبر كويسة جدا لسعر الهاتف مع العلم ان اللوميا 520 طبعا احسن جهاز من نوكيا السنة اللي فاتت وهو صاحب الفضل في انتشار الويندوز فون اه او رفع نسبة الويندوز فون كان جاي 290 نقطة على البنش مارك ده كذلك اللوميا 1320 اللي هو الخاص بي كان جايب ربعمية و ربعمية وعشرين تقريب اه مقارنة مع اللوميا 520 فالجهاز تقريبا فكل النتائج اه يعني هو عدل اللوميا 520 الا في نتيجة الجرافيكس طبعا اللوميا 520 تفوق عليه في الجرافيكس اه فقط الا ان الاداء برضو في الالعاب ان شاء الله لما تشوفه في الاختوار هتلاقوه كويس جدا اه اه ده كان اداء ده كان مراجع في العمق اللوميا 535 منتظر اسئلتكم على جروب الاسئلة فون فوريو اسك منتظر لو عجبكم الفيديو سابسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير شكرا جدا كان معكم احمد متحد من صفحة فون فوريو